قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط أفضل الصلاة أي التي يطيل فيها الإنسان القنوط القنوط يطلق ويرد به إما الخضوع والخشوع من باب فلان قنة لله قنة لله أي خضع واستكان لله والقنوط يطلق على الدعاء الذي يكون في صلاة الفجر أو في صلاة الوتر كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصلاة الفجر كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وفي مذهب الإمام مالك أيضا لكن قبل الركوع أفضل الصلاة طول القنوط وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوط طول القنوط قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة لما ورد في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أي في الثلث الأول أو في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ونزول الحق تبارك وتعالى ليس معناه التنقل أو الانتقال لأن الانتقال نزول الانتقال أو التنقل هو لازم من لوازم الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليست له أعضاء كما يتصور بعض وليست له أجزاء وليست له جوارح الله منزه عن ذلك كله فنزوله كما قال القشير وغيره قال نزوله بلا تنقل واستواؤه بلا توقل توقل من قولنا أقلته أقلته الغبراء أو أقلته الأرض بمعنى حملته يبقى استواؤه عن العرش بدون توقل أي من غير أن يحمله العرش من غير أن يحمله ونزوله بلا تنقل أي بلا انتقال بل يكون النزول رحمة أو تنزل رحمة أو التجليات الإلهية أو الإشراقات أو الإجابة الدعاء نفسه يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن عبان السماوات